السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم هقد عنا إليكم في فيديو جديد موجه لتلاميذ سنة الرابعة متوسط مع اقتراب امتحان الشهادة واختبارات الفصل الثالث أقترع عليكم هذا المحتوى الذي أعرض فيه مجموعة من الكلمات تتعلق بالمقطع الثالث الوضع 3 هو مجموعة للفصل الثالث كلمات مهمة جدا تساعدكم في فهم النصوص وكتابة الإنسانية سمعوا الأمر الثالث delاء أو plutôt الثالث delاء السبب الوضع يعني حماية البيئة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من مثلا أخطار التي تحدد البيئة تصحر الإنجرة في الطربة مثلا تبدير الماء حتى الناس على حماية الأشجار مثلا حماية الغابات وغير ذلك بان نبدأ يوجد أسماع و أفعال لأسماع يوجد الأنفيرونمون يعني البيئة أو المحيط الناتور طبيعة الاتموسفير يعني الجو لأسماع措ي لأسماعي الأحماية بيوديفرسي يأني التلوح الموجود في البيئة الاسسابي القماية ال LinkedIn والتزارة أعني الاتزارة تصحور أم ستنعوح أم ستنعوح العمسفير التلوح الغساة الهاتب الهاتب العمسفير الأقل الهاتب يمكنك تسبب الإمكانية للمنزل يعني تقريب التحطيم التفن لها علاقة بالحيوانات يعني الحيوانات بسبب عاما التفن يعني النباتات حتى لا تختار عليك هتاني كلمتين تذكر كلمة بالتالي يعني تذهب يذهب عقلك إلى ما له علاقة بالنباتات فهن هو ب Mantم و stuffing و ت应جد كما تطفيص النوس Vogام ضخorph نعيش دخل تخسس تحسس ب loot تحسس بغاية تحسس تحسس أيضاً مع Review وتحسس أنت وتحسس تقعبي وتحسس ونتقж تدخل بتحسس لكن تfend نعمنا في الجرس لتحفظها تدوينها حتى لا تنسوا يعني التدوين يساعد في الحفظ ويمكنك إعادة الفيديو عدة مرات إذا فاتت كلمة ما حتى تتذكر هذه الكلمات انتظرونا في فيديوهات جديدة أخرى إن شاء الله فروض اختبارات خاصة مع اقتراب الامتحانات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته